تقيسه على مسألة حداشر حداشر دي. بالظبط. واخد بال حداك. فا اه. على موقع التواصل الاجتماعي بيقولك الحكومة ضد الدولة وضد النظام. ليه التوقيت ده دلوقتي? والله يعني انا انا اه اه حداشر حداشر. وفيه ايجابي برضو. هو جزء منه ايجابي. اه ان انت يعني اه واثق من نفسك وعندك. وحملة وجهز بحملة. حابين برضو يعني تقييمة للجزئية دي توقيته. ان هو بيعلن عن هذا القرار قبل حداشر حداشر. طبعا اه هي حالة من حالات مما لا شك فيه الاعلان عن الثقة بالنفس والثقة في الاداء والمصارحة ولكن لا في هنا اعتبارات سياسية. اه في مخاطرة. انا لا املك التقارير وانا قاعد مع حضرتك الامنية. وانت عارف اه في في ناس عندهم اه يعني مهنتهم الاستشعار. طبعا. استشعار حالة المشارع. طبعا. العدد الكلام ده كله. لكن انا هقولك حاجة في تقدير الشخصي دعوات النزول. خلاص. لقد ولد. صحيح. انت امام حالة اه مؤسسة رئاسة برلمان اعلام حكومة. واخد عن قدينا كلنا شايفينها. اه. فهنا فكرة ان انت ماشي صح ولا ماشي غلط. مش هي دي اوي اللي هتنزل. اه. الناس في الشوارع. وده هدفهم. اللي هينزل الناس في الشوارع. ان انت حضرتك تنخدع مرة اخرى. اه. واخد بها لحدك. و اه. وتخرب مرة اخرى. صحيح. واخد بهاك ولا تصلح. ده مش معناه اللي نزل. اه. في خمسة عشرين يناير. عشان بس الناس ما تفهمش كلامنا. صحيح. كان مخرب او اللي نزل في تلاتين يونيو كان مخرب. صحيح. لا. انا بتكلم على النزول في حد ذاته. عبر. اه. في الشوارع. في الوقت اللي بتبنى بيه الامم. احنا دلوقتي في محابة بناء. صحيح. اه. انا تقدير الشخصي. التعبير عن المطالب اتغير. التعبير. عندك مجلس نواب. مجلس نواب احنا نفسنا كنواب بالمناسبة. في قطاع كبير جدا. اه. ضد القرارات. اه. وفي قطاع متبني اللي انا هقوله لك ده. وانا واحد منهم. تمام. الا وهي ان القرارات هي قرارات اه اه. الكل يعلم مدى صحتها. ولكن. ايوه. يجب ان تكون مقرونة بحزم من ال اه اجراءات الاجتماعية وليست فقط القرارات. تمام. لان ممكن الحكومة تصدر القرار. ولكن لا ينفذ الى ارض الواقع. او لا يذهب الى مستحقية. زي ما اه لو اتحت لنا الفرصة ان احنا نتكلم على مسألة اعلان تعريفة الايه? نقل مركبات نقل المواطنين. صحيح. مما لا شك فيه. ودي جايلنا شكاوي. دي جاية جاية وهكذا هو المشأة اللب aquesta عدد جايل الرئيسة. موسیقى